أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء طلابي الصف الثالث في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سنتناول موضوعات الأسبوع الثالث عشد ولوحدة فن الرسالة فأهلا وسهلا بك عزيزي الطالب الأهداف بيان موضوعات الوحدة وتوضيح المطلوب من كل منها المفهوم الرئيسي التواصل المفهوم ذات الصلة الغرض السياق العالمي الهويات والعلاقات في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنتناول فن من الفنون الأدبية بعنوان فن الرسالة وفن الرسالة عزيزي الطالب هو فن من الفنون الأدبية له عناصر عدة منها المرسل منها نص الرسالة منها الاستفتاح والغرض من هذه الرسالة والخاتمة والمرسل إليه أنواع الرسالة رسالة ديوانية رسالة إخوانية ورسائل أدبية والرسالة كمفهوم عزيزي الطالب هو ما يكتبه المرسل على الورقة من أخبار ومعلومات على شكل خطاب لإرسالها إلى المستقبل وذلك من خلال البريد وهناك الرسالة الشفوية التي هي عبارة عن الكلام الذي ينقله المرسل إلى المستقبل شفويا وتعتبر الرسالة من الفنون النثرية في الأدب العربي والتي بدأت في العصر الجاهلي وتطورت مع تطور الحياة في المجتمعات العربية في هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سنتطرق إلى القاهدة النحوية بعنوان الفعل اللازم والمتعدي وسنقوم بالتمييز بين الفعل اللازم والمتعدي وبيان الفرق بينهما فالفعل اللازم هو ما يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفهول به لإتمام معنى الجملة مثل جلس عمر على الكرسي الجملة التي أمامك عزيزي الطالب تتكون من فعل وهو جلسة وفاعل وهو عمر جلس عمر على الكرسي جملة تامة معنى لم تحتاج إلى مفهول به لإتمام معنىها إذن نوع الفعل هنا هو فعل اللازم الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله إنما يحتاج إلى مفهول به قد يكون مفهول به واحد أو أكثر من واحد من الأمثلة على ذلك رأيت فاطمة تبكي في القاعة فالفعل هنا رأى والت ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل فاطمة مفهول به إذن الجملة هنا عزيزي الطالب احتاجت إلى مفهول به لإتمام معنى الجملة فنوع الفعل هنا هو فعل متعدي ثم سنتطرق عزيزي الطالب إلى استخراج الأفعال من الجملة الآتية وبيان نوعها وبيان فاعلها ومفهولها إن وجد في الصورة التي أمامك أعرض لك مجموعة من الأفعال عليك عزيزي الطالب أن تبين نوع الفعل وتبين الفاعل والمفهول به إن وجد ثم تملأ الفراغ بفعال مناسبة للجمال التارية وهذه الورقة عزيزي الطالب ستجدها في كتيب المهارات اللغوية ضمن أوراق العمل للفعل اللازم والمتعدي وأيضا سنتطرق في هذا الأسبوع إلى إعراب الجمال من كتيب المهارات اللغوية وجمال خارجية أيضا ثم سنتطرق عزيزي الطالب إلى القاعدة الإملائية بعنوان الألف اللينة في أواخر الأسماء ولابد لنا أن نستذكر هنا القاعدة الإملائية التي تم التطرق إليها السابقا الألف اللينة في أواخر الأفعال مثل نمى وساعة وبيان أصل الألف هنا هل هو أصلها واو أو أصلها يا في هذا الأسبوع سنتطرق إلى أواخر الأسماء مثل علا وهدى وبيان أصل الألف هل هو أصلها واو أو أصلها يا إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع الثالث عشر شكرا لكم وحسن استماعكم أعزائي الطالبة ولا تنسي يا عزيزي الطالب أن في هذا الأسبوع أيضا سنتطرق إلى اختبار قراءة واختبار إملاء من كتيب اللغة والأدب سنتطبق في هذا الاختبار في اختبار القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا فعليك عزيزي الطالب الانتباه لها جيدا والتركيز عليها ومراجعتها دائما وباستمرار إلى هنا أكون قد انتهيت شكرا لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء أحبائي الطلبة